بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها طاقة الاسم رقم خمسة متصل بكوكب عطارد كوكب التواصل كل من يحمل هذا الرقم سواء في اسمه أو في تاريخ ميلاده يكون إنسان حساس اجتماعي متفائل محب للمغامرات يحب الفرح والمرح لديه براعة في التخطيط متعدد المواهب يحب التنوع في الأعمال لكسر الروتين يحب السفر والرحلات يتقن فن الكلام ومتحمل للمسؤوليات الصعبة سعيدة اسم طاقته رقم خمسة طبعه هوائي في مظهره مائي في جوهره جنسه مذكر البرج من خلال الاسم برج الجوزاء وهو برج هوائي يناسبه برج القوس ولا يتناسب مع برج الثور وبرج العذراء الكوكب المسيطر الكوكب المسيطر هو كوكب عطارد اللون المفضل الأحمر يوم السعد الثلثاء برج المواليد هو برج الأسد يناسبه برج الدلو ولا يتناسب مع برج العقرب وبرج السرطان طاقة تاريخ الميلاد رقم خمسة الحجر المناسب هو الياقوت البرج الباطني من خلال اسم الأم هو برج الصور يناسبه برج العقرب ولا يتناسب مع برج الأسد وبرج الحمل الصورة القرآنية المناسبة هي صورة فاتر أسماء الله الحسنة الخاصة بشحن طاقة الإسم رقم خمسة يا سلام يا متكبر يا وهاب يا خافب يا مدل يا بصير يا حكم يا عدل يا متين يا محي يا واجد يا مالك الملك يا بديع يا باقي يا وارث صفات سعيدة إنسانة متقلبة المزاج سريعة الغضب تصورينا بسرعة عنفوانية اجتماعية حساسة غامضة لطيفة وطموحة جدية عملية منظمة طليقة اللسان قيادية عاطفية وغيورة وغيورة كاتمة للأسرار محبوبة وجذابة صافية النية كثيرة التفكير قليلة الحظ صاحبة هيبة ووقار تصابين بالعين سريعا من خلال أرقام تاريخ ميلادك فأنت تعرضت إلى استغلال طوال حياتك ولم يخدمك الحظ وكل ما جنيتيه كان من كدك وجهدك وسعيك حياتك العاطفية متأزمة وعانيت الكثير من المشاكل هناك فراقات من أهل البيت أنت إنسانة ملتزمة لكن عكست الظروف معك وأجبرتك على التنازل عن بعض المبادئ وأتعبك فراق الأحبة متقلبة المزاج وكثيرة التردد لديك حاسة سادسة وروحانية كبيرة في اسمك ولم تحسني استغلالها هناك أحد أفراد أسرتك تترقبينه من الصفر برجك على الاسم برج هوائي وبرج الميلاد برج ناري وهما برجان متناسقان يدعمانك رغم العراقيل والمشاكل لأنك حكيمة في أفكارك البرج الباطني من خلال اسم الأم هو برج الصور وهو برج طرابي معادي لبرجك على الاسم يدل على أنك إنسانة عنيدة جدا تهتمين لكلام الناس وتحبين الاختلاط بالناس وتتعبك الحياة كثيرا طاقة الذكورة عالية على طاقة الأنوثة توحي بأنك تحملت الكثير من المسؤوليات وأتعبتك مشاكل الحياة لكن تأكدي بأن سعيك لن يضيع ولن يذهب سدا وسيعوضك الله خيرا عليك بشحن طاقتك بأسماء الله الحسنى الخاصة باسمك يوميا عليك بقراءة الصورة المناسبة لإسمك بعدد حروف إسمك لا تنسي أذكار الصباح والمساء كما عليك الإكثار من الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد الأطهار والتقرب إلى الله بكل أنواع الطاعات وأعمال الخير كالصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم وقراءة القرآن وأولها الصلاة في وقتها وكثرة التسبيح والتهليل والتكبير وتسبيح الظهراء بعد كل فريضة وعند النوم أسأل الله لك التوفيق اللهم صلي على محمد وآلي محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر